يجري المنتخب الوطني لكرة السلة معسكرا تدريبيا يندرج في إطار التحضير للمرحلة الثانية من أفرو باسكت 2021 التي ستقام في رواندا وأكد مدرب المنتخب الوطني أن إدماج لعبين شباب مع دوي الخبرة سيساهم في بناء فريق تنافسه هذا المعسكر مهم للغاية لأنه سيمكن من بناء فريق للمستقبل وتحقيق الهدف الأبرز وهو تحقيق التأهل حاولنا خلق مزيج من العناصر المجربة والشباب تواجد لعبين دوليين ذوي خبرة ضمن المجموعة الوطنية سيعطي دينامية للمنتخب الوطني كما أن العناصر المغربية تدرك مسؤوليتها لتحقيق نتائج إيجابية الفريق يعرف حاليا مرحلة تشبيب ونسعى حاليا إلى ضخ دماء جديدة في الفريق وهو ما سيساهم في خلق تجانس في المنافسات القادمة وتتأهد الفرق الثلاثة الأولى من المجموعة الخمسة المشاركة في الجولة الثانية من التصفيات إلى المرحلة النهائية المقرر إجراؤها في رواندا خلال السنة الجارية ترجمة نانسي قنقر